يرى كيليان امبابي نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان انه يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام بناء على ما قدمه حيث قاد امبابي منتخب فرنسا للفوز واحد صف على اليونان مساء امس الاحد في تصفيات يورو 2024 حيث سجل هدف اللقاء الوحيد وقال امبابي في تصريحات لقناة تي اف وان الفرنسية بعد المباراة من الصعب دائما الحديث عن الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية لان اي لاعب يريد ان يضع نفسه في المقدمة وهذا امر لا يتقبله الجمهور واضاف هل استحق التتويج بالكرة الذهبية وفقا لمعايير التقييم الحالية فانا اقوم بما هو مطلوب مثل تسجيل الاهداف واحداث تأثير لذا اعتقد انني استحق الكرة الذهبية هذا العام واردف في النهاية الامر يعود للقائمين على التصويت وانا دائما اتحل بالتفاؤل وتطرق امبابي للحديث عن خسارة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي بالسقوط امام الارجنتين في النهائي الذي شهد تسجيله ثلاث اهداف وقال كانت اتمنى لو كان بامكان استبدال الاهداف الثلاثة التي سجلتها مقابل هدف بالخطأ يمنحنا اللقب اشتركوا في القناة